من أوسع الأبواب فيما بعد فعوزين نرجع نشوف النقلة دي إزاي حصلت ما بين وجودك طالباً ومناضلاً في صفوف الطلاب إلى دخول المعترك السياسي الحقيقة يعني العمل الطلابي في هذا الوقت والعمل السياسي كان بيربط بينهم خيط قوي جداً وواضح جداً وفكرة العمل الوطني عندما كان هناك كامب ديفيد عندما كان هناك صراع على بعض القضايا هدبت الأهرام وغيرها كان العمل الطلابي والعمل النقابي والعمل السياسي كل الحقيقة بيدخل في نفس البوطقة المرحلة دي كانت مرحلة بداية صعود فكرة الأحزاب اللي بدأت بمنابر صغيرة ثم بأحزاب يعني مصنوعة بقرار إداري من السادات ثم بدأت تتطور بدخول الوفد الحياة السياسية والحقيقة الوفد كان له تاريخ قديم وهو قمة الهرم الليبرالي المصري منذ 2019 فالفاصل ما كانش كبير بين العمل الحزبي والعمل الطلابي وإيه يمكن معظم الأحزاب كمان كان لها أذرع في الطلاب ربما عاد الوفد يعني شوف الوفد ما كانش من المدرسة التي يعني كان الإخوان كان لهم تواجد قوي جدا في الجامعة الناصريين كان لهم اليسار بشكل عام الشعيين وغيرهم كان لهم تواجد قوي جدا في الجامعة ربما كنت في هذه المرحلة بدايات تشكيل طيار مدني ما كانش المسمى الليبرالي في هذا الوقت لكن كانوا يعرفونا بنفينا عن الآخر يعني لك إيه اللي هم مش إخوان ومش ناصريين ومش شعيين فيبقى أحمن لأن كان حتى تسمية الطيارة لغم أن هذا الطيارة عمره قرن من الزمن بس إمتوا كنتوا تسموا حالكوا حاجة ولا ما فيش شوف هو الحقيقة ما قدرش أقول أن كان عندنا مسمى مخبيينه لكن كان عندنا أفكار واضحة جدا وقناعات واضحة ما حط لهاش عنوان دخولي الوفد كان بالصدف ودخولي لعمل حزبي أصلا كان بالصدف واللي جمعنا مع العمل السياسي أو دماجنا في العمل السياسي كالمعتقلات كنا نعتقل فتفاجأ مثلا أن هناك طيارات مختلفة فتجد نفسك في مساحة تقارب أكبر مع طيار بعينه فالتصنيف الحقيقي لبعض القيادات الطلابية أو قيادات الحركة الطلابية تم داخل السجون نتيجة الاختلاط بقوة زاد توجهات بعينها يعني أنتم كنتوا كطلبة تعتقلوا فتجدوا أنفسكم في معيتي زعماء سياسيين مثلا صحيح صحيح أنا شخصيا شرفت أني قابلت قامات بحجم فؤاد باشا سراج الدين اللي حمطلع عليه وأنا في هذه المرحلة كان عندي قناعات ليبرالية وكان دخولي الوفد حبا في الليبرالية وليس حبا في الوفد بل بالعكس كنت من الشباب اللي عندهم برضو بعض الصور السلبية عن المرحلة الملكية وكان الاختلاط بين الوفد والملكية قائم في أزهل الناس كتير نتيجة الدراما والسينما وأن الباشا ده هو المجرم بتاع الملك في حين الحقيقة كانت عكس كده أنهم كانوا يناضلون في موجة الاستعمار والملك وغيره والوفد مثلا حكم يعني فاس في كل انتخابات وحكم سبع سنين فقط متقطعة على مدار تلاتين اربعين سنة نتيجة أن الملك كان بيحل أي حكومة أو أي برلمان بيفوس في الوفد قبل ما تقول لي عن اللقاء اللي تم وهذا التعارف عاوز أفهم منك أنتم في تلك اللحظة في ذلك الوقت ماذا كانت تعني لكم الليبرالية أنت تقول ما إحنا إحنا تيار الليبرالي يعني إيه يعني ماذا يعني لأن الليبرالية كفلسفة لها معنى في أذهان الأكاديميين والفلاسفة بما تعني من رؤية للحياة لها سياقها في تطور الحياة الغربية خاصة في أوروبا أنتم بالنسبة لكم ما هو تصوركم للحياة كليبراليين خليني أقول لك أنا أتحدث عن الليبرالية المصرية وهي نسيج مختلف كثيرا عن بعض القناعات المنتشرة عن الليبرالية سواء كان في الغرب أو حتى في بعض الدول العربية يعني عندما أسمع تعريفا للليبرالية من بعض أصدقائنا في بعض الدول العربية يعني أحنا أصاب بإغماء من الدحك وأحنا أصاب بإغماء من الصدمة أنا أتحدث عن الليبرالية المصرية وهي الليبرالية نشأت في حضن الأظهر الشريف رموزها أو أبرز رموزها الشيخ حسن عطار الإمام محمد عبد ورفع رفاق طغطاوي الأسامي اللي قادت عملية التنوير وآمنت بقضية الحرية أو ممكن بعض الناس يقول لك ده مش لبرالية لا الحقيقة هي دي الليبرالية كما أفهمها عندما كنت رئيسا لأحد اتحدات الليبراليين العرب فكنت أهدي ضيوفي عندما يزوروني في القاهرة كنت أهديهم هدية واحدة وهي مجموعة الإمام محمد عبدو وكان بعض الليبراليين الحقيقيين من دول الكثيرة وأذكر مقولة الهالي كميل شمعون ليس كميل شمعون الكبير لكن الصغير الدكتور كميل شمعون عندما أهديته هذه المجموعة وجاء العامل التالي فقال لي أنا جددت فكري الليبرالي بعد قراءة هذه الموسوعة وهو مسيحي وهو لبرالي حقيقي وينتمي لمدرسة الليبرالية الوطني الأحرار في لبنان مدرسة لها قيمتها وزناها خلينا أرجع أقول حضرتك الليبرالية التي نؤمن بها هي لبرالية لا تتصادم مع قيم مجتمعنا لا تتصادم مع ديننا وأنا كل ما يتناقض مع ديني ديني أولا وثانيا وثالثا ثم تأتي قيم إنسانية أعتقد أنها منظومة من القيم الإنسانية تغذي جوانب لها علاقة بالتسامح والقول بالآخر والحرية والإيمان بقاطرة الحرية باعتبارها والإيمان بالفرد كقيمة في مواجهة أفكار أخرى بتعتقد في أن المجتمع أهم من الفرد وإحنا عشنا هذه التجربة وعشنا مراراتها وشفنا كل تدعيات دا على المجتمع وعا الفرد اللي هي الأفكار الشمولية أفكار الشمولية يذوب الفرد فيها بالضبط إحنا نقوم بقيمة الفرد وأنه البنية الحقيقية في بناء مجتمع صحيح هيبقى هنا طب يعني هل هذا يقتضي أن يكون هناك نصق أيدولوجي لا إحنا مش أيدولوجي وليس لدينا أيدولوجي إحنا مش طيار زي طيار المركسي مثلا لديه أيدولوجية واضح إحنا مؤمنين بمجموعة منظومة من القيم الإنسانية التي نرى أنها تساعد في إسعاد البشر وتحقيق النماء والرخي والرخاء والتقدم إلى آخره وأنتم بذلك تتفقون مع قطاع واسع من الإسلاميين على فكرة عايز أقول لك وأنا أرى أن المساحات المشتركة بيننا كبيرة جدا ولهذا لم أصدم في حياتي مع التاري الإسلامي وبعض الناس يقولوا هو أنت متعاطف مع الإخوان أو أنت متحالف مع الإخوان لا أنا متحالف مع نفسي أنا متصق مع أفكاري وجزء من أفكاري أنا عندما كنت مرشح عند خبات الرئاسة في 2005 كان جزء من برنامجي أعطاء جماعة الأخوان المسلمين حزبا سياسيا وعلنت هذا الكلام في الملأ وجزء من ثقافتي السياسية هي القبول بالآخر اختلف مع جماعة الأخوان المسلمين لكن أقبل بجدب وأرفض إخصائهم وبالتالي هذه المنظومة هي منظومة الأفكار التي أمنت بي أنا لم أغير فكري سموا الإبرالية سموا أي حاجة إيمان بالحرية لكن في النهاية هي هذه المنظومة لها علاقة بالدين طبعا ده إحنا دين التسامح ودين القبول بالآخر لكن بمفهومنا الصحيح للدين الصحيح ربما ده يختلف مع بعض الطيرات التي ترى أن الدين يعني يؤدي إلى نتائج في عكس نتائج الحرية وديموقراطية هو تفسير لكن أنا تفسيري لديني الذي يؤمن به أنه دين يقدس الحرية وأن رسولنا يعني إذا كان هناك داعية أول للحرية في هذا الكون فأنا أتصر أنه رسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأرى أن كل المبادئ التي أرستها الأديان وليس فقط الدين الإسلامي هي مبادئ إنسانية راقية عظيمة كبيرة يجب أن نتعلم منها ونفصل منها ما يناسب العصر وما يحقق السعادة للناس والرخاء والنمو والتقدم فلا أرد عارضا على الإطلاق ولهذا لم نصدم حتى أما كنا في الجامعة كان يعني تحدث بعض خلافات في الرأي لكن ما كانش فيه صدام في البرلمان وقد تزملت مع كثير من الإخوان ومنهم الدكتور مرسي كان دايما عندنا حاجات مشتركة وكان دايما المشترك بيننا أكبر من المختلف عليه إذا نظرنا الأمور بالمنظور الصحيح طيب نرجع الآن لقضية التعارف على الفؤاد فؤاد باشا سراجدين نحن نطلع عليه شوف أنا شخصيا أعتقد أن هناك أشخاص في حياتي مهمين جدا فإذا وضعت الدكتور الشفحي بشير بالترتيب الزمني فربما يسبقه أستاذي للغة العربية في المرحلة البتدائية وكان اسمه الشيخ محمد عبدو وأنا الحقيقة تعلمت منه كثيرا وكان مطربشا يعني يرتدي التربوش وربما هذا رجل آخر واحد كان بلبس تربوش في مصر يعني لا أذكر أن أنا شفت لا شفت رئيس حزب مرة كان بلبس تربوش لكن يعني كان رجل تقليدي وكان رجلا جميلا ومحبا للحياة ومحبا للغة ومحبا لأفكار محمد عبدو وكان اسمه محمد عبدو فده كمان ربطني أكتر بالإمام محمد عبدو وقرأت كتاباته وأنا ربما في مرحلة عدادية مثلا أرجع أقول له حضرتك في مرحلة أخرى كان عندي أستاذ وموجه معناوي مهم جدا هو الأستاذ فؤاد بشرا سراج الدين في مرحلة أخرى دخل الأستاذ مصطفى الشردي وهو كان صحفي عظيم وكان رئيس صحيح الوفد وتعلمت على إيده مهنة الصحافة وتعلمت فكرة الجمع بين كرطين نار الصحافة والسياسة وكان نائبا عن بورسعيد وكان رجلا عظيما ووطنيا هو الذي قاد بداية التصعيد في موجهة مبارك قبل وفاته سنة أظن 87 في وقت مبكر أيضا أستاذ مصطفى أمين تعلمت منه كثيرا رغم من اللقاءاتنا ما كانتش كبيرة أو طويلة لكن لم يكتب سطرا واحدا في حياته إلا وحفظته مش قرأته ما كنت بقرأ كتابه سنة أولى وتانية وتالتة وربع سجن كنت بقرأ الكتب دي في سنوات السجن الأولى والتانية والتالتة والربع والله يا دكتور لو كنت شلت الأسماء والتواريخ لكن كل ما كتبه هو ما حدث معي بكل التفاصيل شيء كان مرعب مع فارق المرحلة؟ يبدو أن السجون لا تعرف المراحلة تفضل زي ما هي؟ هي تاريخ يعني ما بيمرش عليها تاريخ فرق الأسامي أسامي الزباط وأسامي المأمور وأسامي العساكر وبعضهم كان بيتصادف يطلع تقريبا الاسم متشابه والتواريخ أما المنهج في واحد بالزبط يعني كنت أقول يا جماعة لو غيرت تاريخ السنة هذا الكتاب يعبر عنه تعلمت منه كثيرا الأستاذ الأكبر بالنسبالي هو ملاك الوطنية المصرية رحمة الله علي مصطفى باشا النحاس الذي لم أرى في حياتي وهو مات ربما قبل أن يتشكل أي وعي بالنسبالي أن في حد اسمه مصطفى النحاس لكن إذا كان لدي أمنية في حياتي أن أنا كنت أتمنى أن أعيش مع هذا الرجل ولو عام واحد لأنه كان ملاكا الوطنية المصرية وهو قيمة أخلاقية ودينية وكان وليا أولياء الله من كتر الثقة وصلاحه وإيمانه بالله وإيمانه بالوطنية المصرية هذا الرجل تعلمت منه قبل أن أرى أما فؤاد باشا فبدأت قصتي معه في مرحلة اعتقالات 81 ويبدو أن جمعنا موقف غريب هذه الاعتقالات اللي السادات أمر بها وجمعت عدد كبيرا من الناس من كافة الاتجاهات أنا لم أكن معه في نفس السجن لكن جمعنا الإضراب عن الطعام أنا أضربت عن الطعام فبدوني المستشفى اللي كان هو موجود فيها بحكم السن وجمعنا موقف مهم جدا عندما طلب من الحضور عن طريق السادة رشاد نبيل محامي اللي كان صديق للسوفي أبو طالب في هذا الوقت وأرسله في هذه المهمة طلب جمع توقعات لتأييد مبارك كرئيس بعد ساعات من تولير رئاسه وكان في هذا الوقت أظن فؤاد باشا أكبر المعتقلين الموجودين سنم وأظن في هذا الوقت كنت أنا أصغرهم سنم معاتوا لما اغتيل السادات كنتم في المعتقل أه في هذا الوقت جمعنا أن أنا شخصيا رفضت أواقع لحد وأنا مقادل حرية وفؤاد باشا كان له هذا الموقف وكان أستاذ حمد الأزهاري له هذا الموقف وآخرين لكن كان أبرز الأسماء كان فؤاد باشا سراج الدين اه ارتبطنا منذ هذا التاريخ بارتباط نفسي وهو كان طبعا صديق لولدي اه وبدأت اعمل معه من منزله له قصر كبير في بيردون سيتي ما كانش لسه الحزب يعني عاد بشكل فعلي وبدأت أكون قريب منه إلى حد أن هما كانوا أحيانا نتلقوا علي أن ده الابن المدلل لفؤاد باشا رح مطلع عليه أصدرت صحيفة اسمها الوفد الجديد وكنت رئيسها لتحريرها قبل صدور الوفد الرئيسية ونجحت نجاح مقطع نظير هذه الصحيفة الصغيرة اللي كنت أعملها بإمكانياتي الشخصية في هذا الوقت ثم طلب مني وقف هذه الصحيفة كان لا تؤثر أو لا يحدث بلبلة للقارئ بين الوفد الجديد والوفد وبعدها مباشرة انضميت لجريدة الوفد بقيادة السيد مصطف الشردي ثم أصبحت سكرتير عام للوفد في نهاية حياة فؤاد باشا عام 2000 وكنت نائب رئيس سحير جالت الوفد للسنوات طويلة إلى أن توفى فؤاد باشا وقررت أن أنفس قراري اللي كنت منتخذه قبلها بالسنين وهو ألا أكمل مصاري في الوفد وأن أنشئ حزبا لبراليا شابا جديدا يطرح الأفكار اللي كان نفسي أطرحها في الوفد واللي كان بيسمح لي بيها فؤاد باشا ليش أنت يعني شعرت أنه ضمن حزب الوفد غير ممكن أن تجد نفسك أو تحقق مقاربك؟ شوف هو الحقيقة يبدو أن قربي من فؤاد باشا سنوات طويلة ودخولي البرلمان كأصغر برلماني في مصر دخل البرلمان كان عندي ثلاثين سنة ويوم في خمسة وتسعين وغيره من الأمور وصعودي إلى الهائة العليا ودي كانت باسم الوفد في الخمسة وتسعين البرلمان في الدورة الأولى كان باسم الوفد بعد كده باسم الغد كل هذا يبدو أنه يعني كان أثره غير طيب في نفوس بعض القيادات القديمة خلي بالك أن الوفد كان فيه مشكلة كبيرة جدا أنه كان فيه جيلين جيل اللي هو الذي عاشه زمن سعد زغلول الحاسن وجيل آخر اللي ما شافش حاجة خالص هو الجيل بتاعنا اللي دخل بعد عودة الوفد في النص ما كانش فيه الحقيقة يعني قيادات حقيقية في الشمس توصل لا ما كانش فيه فبعض الأطراف كانت بتراهن أن هي تقدر تكون المرحلة الانتقالية بين الجيلين هذه الأطراف كانت ترى خصومة شديدة تجاه الجيل الأكبر أن ده عايش في تاريخ مضى وخصومة شديدة تجاه الجيل الأصغر وكنت أنا طلعته في هذا الوقت أن دول طموحين وعايزين يقفزوا علينا رغم فرق السن لم تكن علاقتي موفقة بالدكتور نعمان جمعة اللي هو جاء بعد فؤاد بشر سراج الدين ومن اليوم الأول أنا أدركت أن الرجل لا يريد أن يكون هناك تعاون بيني وبينه فبدأت في إعداد مشروع برنامج حزب الغد عندما خدت انتخابات رئاسة ووكالة البرلمان وحصلت على 179 صوت وده كان يعني يتجاوز سلس الأصوات في هذا الوقت انزعج الحزب لأن الحزب كان عنده ست نواب فقط فمن أين حصلت على 189 صوت كمانا لأنك منهم وفيهم؟ لا يبدو أن في الوقت ده كان خلينا يكون صريح مع أحدك النظام استطاع أن يخترق الوفد الدكتور نعمان جمعة كان صديقا صدوقا لدكتور يوسف والي الذي كان عضوا في حزب الوفد وكان رقم عضويته 76 اللي هو كان وزير الزراعة اللي هو كان وزير الزراعة وأمين عام الحزب الوطني قبل أن يدخل في هذا الإطار الحكومي كان عضوهم في الوفد وكان صديقا للدكتور نعمان جمعة أما بقى أمين عام الحزب الوطني ونائب إيس وزراء إلى آخره كان همزة وصل في العلاقة بين الدكتور نعمان جمعة والدولة وآخرين تليهم هذا الدور هذا الاختراق المبكر اللي حصل قبل وفد فوقت السراج الدين بالسنين خلى بعض الأطراف بتعتمد في صراحها داخل الوفد على علاقاتها مع النظام والدولة النظام انزعج جدا أن أيمن نور يفوز بنسبة تتجاوز تلت الأعضاء ليه؟ لأن هذه النسبة كانت تؤهني قبل تعديل قانون الانتخابات أن أخذ الانتخابات من خلال البرلمان النظام كان عامل نص انتخابات الرئاسة 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 ليه ما كانش حدي بترشح لأنه كان فيه شرط كده شرط يغلق الأبواب كلها تعجيزي يعني تعجيزي عايزي ترشح هات موافقة تلت أعضاء مجل الشعب ده كان قبل التعديل اللي حصل في 94-95 95 لا أنا أسف 2005 قبل هذا التعديل كان هذا الشرط من سنين طويلة من أيام عبد الناصر والستادات ومبارك شرط بيغلق كل الأول طبعا لأنهم هما ضامنين أعضاء البرلمان ولأنهم بيزوروا انتخابات البرلمان عشان هذا السبب فالحقيقة أنا قسرت هذا الصقف عندما تجاوزت سنة 2000 عدد الأصوات اللي تتجاوز رقم الثلت لأزعج النظام جدا لأن هذا الحاجز انكسر فبدأ النظام من هذا اليوم التفكير في تعديل نص المادة 76 بتغيير نظام الانتخابات لأن الميزة الحماية دي ما بقتش موجودة قوي وبلغوا في الموضوع المبارك راح لوزير الداخلية وكمال الشازلي وقرروا أن يضعوا خطة لقتل أيمنور أنا قلت لك أنا يعني ايه ولدته مرات وقتلته مرات قصدك قتل سياسي طبعا أنا ما زلت تحيير الحمد لله إلى الآن يعني البيولوجي ده لسه شوي ربنا طول في عمرك كان قرار حدث كشمل القاتي الاتصال بالوفد لفصلي عن حزب الوفد وده كان حزبي قعد فيه 17 سنة وأرضيتي وشعبيتي ودائرتي مرتبطين أني أمثل الوفد فصدر قرار من عمان جمع بعد اتصال من مبارك شخصيا وهو نفسه الرجل راح مطلع عليه قال لي هذا الكلام في لقاء تحت بيتي في حضور النائب محمد فريد حسنين قال لي أنا الأول مرة جيلي تتصال من مبارك على التليفون تصل فيه شخصيا عشان يفصلني من الوفد وفصلت الموقع القيادي في الحزب ومن الجريدة في يوم واحد في نفس اليوم صدر قرار بمنع تسع صحف من نشر مقالات عني اللي هي أنا كنت بكتب في مجلة اكتوبر وفي عدة صحف شايزة عددة والأحرار وغيرها وغيرها ده غير الوفد يعني نفس العمود بينزل في كل الصحف هاي ولا مقالات مختلفة الأسبوعي نفس المقال واليومي نفس المقال يعني اللي بينزل في جرد يوميه هو نفس المقال لكن في الأسبوعي مقال مختلف بينزل في الحياة الأسبوعية أيها المهم تسع صحف كلموني في نفس اليوم أحرم نعتذر عن استمرارك في الكتابة معنا صدر في نفس اليوم قرار بمنعي من دخول اتحاد الأزاع والتلفزيون صدر في نفس اليوم يعني ما يجلوش معك مقابلات إذاعية ولا تلفزيونية خالص نهائياً صدر قرار بمنعي من دخول مدينة الإنتاج الأعلامي إيه؟ كل ده وانا ناقف في البرلمان وكل ده رد فعل المعلومة التي وصلت مبارك أن الهدف من حكاية ال 179 وال 189 صدر دول الهدف هو الترشح في انتخابات الرئاسة فيجب القضاء على أي منور وتصور ده بيكشف إلى أي مدى وسائل الإعلام هي في قبضتهم والأحزاب والأحزاب أيضاً والأحزاب للأسف يعني عايز أقول لحضرتك أن في هذا الوقت كان المفروض ألا تسمع اسمي في أي مكان تغييب كامل نهائياً إلى درجة أن كلماتي في البرلمان كانت يتم منتجة الجلسات عشان ما يطلعش كلمات لعرد الوزير يعني مثلاً أعمل استجواب فلازم يجيبه ما يجيبه كاشاً فيجيب رد الوزير طب ده بيرد على إيه؟ يعني كان بيكلم مين الرجل ده؟ أنا مش موجود إلى أن خفت المسألة شوية في مرحلة لحقة آآ بدرجة أقل آآ فكرت أياميها آآ يعني كان في عدد مشاهيات وكل هذا كنت متزال في حزب الوفد لأ أنا فصلت بقولك كل ده في مواحد آآ فصلت من حزب الوفد كل ده صدق كرد فعل لفكرة الترشح في انتخابات رئاسة البرلماني فصلت من حزب الوفد ومنعت من الكتابة ومنعت من الظهور في التلفزيون والإداعة بالزبط وكل من أن يظهر صوتك في البرلمان كل ما له علاقة بالحياة العامة يعني وانا نقف البرلمان مفروض لي مصالح آآ أبناء دائرتي بتعين موظفين بتآآ بتطلب خدمات علاج غيره غيره كل ما يتصل بي يقف وده إرادة الفرعون أو لو عايز الحقيقة ما كانش إرادة الفرعون ده كان إرادة الفرعونة واحنا مصر كان فيها رئيس ورئيسها ورئيس تحت التشطيب فكان عندنا سالوس الرئاسة لا هدي عاوزة شرح بس خليلي إياها بعد الفاصل لما قبل الفاصل قلتلي أوامر الفرعون وبعدين قادت استدركت قلتلي لا مش أوامر الفرعون أنا فكرتك هتقول أوامر همان لكن أنت قصدت أمر آخر رئيسه ورئيس ورئيس تحت التشطيب ما هذه المعادلة المعادلة كان لدينا رئيس شبه متعطل في السنوات الأخيرة على الأقل في العشر سنوات الأخيرة ولدينا رئيسة حلت بشكل عملي محل الرئيس اللي هي زوجته اللي هي السيدة السودان المبارك كانت تمارس كل مظاهر الرئاسة وكان قرارها الحقيقة هو القرار الأهم والأخطر ولكن كان متأثر بالعواطف لأنها أم وهي تدافع عن طفلها أو عن ابنها كالقطة التي تدافع بشراسة عن أبناء فكان بالنسبة لها ظهور شخص يهدد الرئيس بالترشح أو يترشح أمامه كان مسألة خطيرة جدا على الوريس اللي هو هننتقل إليه تحت شعار الرئيس ساحة التشطيب كان لديهم مشروع رئيس بيشطبوه بعناية ففي ظل هذه العناية والرعاية والتدريب والتأهيل والتمهيد تلعلهم حد بيقول أنا في سنه وأنا أعتقد أني أستطيع أن أفعل أفضل مما يفعل لا بطريقة شرعية وبطريقة شرعية انتخاب لا جاي وريس ولا جاي مدعوما من فالحقيقة ده كان موزع جدا للسيدة الرئيسة فالسيدة الرئيسة أصدرت تعليمات رئاسية في كل النواحي إغلاق كل الأبواب أمام هذا الشخص وربما هقولك كلام ده كان في سنة 2000 ربما ده كان جزء من يعني مما حملاني في مرحلة لاحقة لدخول معركة كان البعض يتصور أنها معركة جنون وأن لا عاقل في الدنيا يستطيع أن يخد هذه المعركة اللي معروف أنها هي تلموت أو القتل أو السجن مدى الحياة وأنا الحقيقة زي ما قلتلك بدأت حياتي بالمخاطرة منذ الميلاد فكرة الخطر مرتبطة بالحياة فأنا من الناس اللي يبدوا ما يعرفوش يعيشوا برا دينة الخطر يعني الحياة والخطر عاملين خطين متوازين كده مع بعض فأنا قررت أن أخوض الخطر وقال له أشعر لدرجة أنه كان لنا صديق سياسي كبير هو الدكتور يعني هو من الصديق يعني هو خصم سياسي لكنه كان هناك علاقة ديه هو الدكتور فتح السرور كان دايما يقول أي منور لا يشعر بالخطر فإذا قلت له ده سلك الكهرباء فيقول لك طب نجرب فيعني نشوف حجم التجربة قد إيه فأنا الحياة قررت أن أخوض التجربة ومن هنا كان السراع عنيف جدا من سنة 2000 لكن خليني أرجع وقول لحضرتك سؤال حضرتك كان على السؤال قبل الفاصل كان عن الانتقال إلى العمل السياسي وانت الآن مدام فصلوك من الوفد شكلت الغد الحياة عشان أكون أمين معك أنا كنت بدأت في كتابة برنامج الغد ما كانش اسمه الغد كان اسمه المستقبل ودعني أفجأك بقصة وانت لسه في الوفد كنت يعني بدأتها ودعني أفجأك بقصة ربما لا يعلمها إلا قلة أو عدد قليل من الناس أما بدأنا نعمل الحزب كان لسه في حياة فوقت باشا وكتبت 21 مقالة عنوانهم الطريق الثالث في عز الصعود طيار الطريق الثالث في أوروبا في هذا الوقت عن الأفكار اللي هي وسطية بين اليمين واليسار أفكار الاعتدال وكان في موجة توني بيلير واكتساحه في السياسة البريطانية قبل أن ينكشف وجهه الحقيقي وكان فيه قطاع كبير منبهرين بتجربة بيلير في حزب العمال وتغيير المنافسته والمادة الرابعة والمادة السابعة الحالة دي كانت أصابتنا فكان عندي حماس أن أنقل هذه الحالة للوفد اللي تاريخه لا يقل عن تاريخ حزب العمال واللي كان محتاج لحالة إفاقة من نصوص قديمة وبرامج ضعيفة ورؤية يعني غير واضحة في بعض الأمور الاقتصادية والاجتماعية فبدأت أعمل هذا المشروع من خلال سلسلة مقالات الطريق الثالث في جارة الوفد كان معك ناس يؤينوك في هذه الفكرة كان فيه اخطاع من الشباب محيط بي وكان فيه اخطاع حتى من خارج الوفد كان مؤمن بهذه الأفكار وكنا بدأنا نجام مع ده كله عايز أقولك إن في هذا الوقت فوقت باشا كان يتصل بيه يوميا يهنيني على المقال كنت بكتب عمود يومي في الوفد فيهنيني كل يوم على المقال في اليوم الواحد وعشرين اتصل بيه وقال لي يا ريته في السلسلة دي هو نفسه اه فقلت له ما عنديش مشكلة ان اوقفها بس ارجوك وضح لي قال لي انا منتظرك انت غدا سوا فارحت غضيت معايا في البيت واسألني سؤال محدد قال لي انت بتعمل حزب جديد قلت له طول ما انت موجود مش هعمل ده هعمله هنا وطول ما انت سامح لي ان انا قادر اجدد لكن لو حضرتك مش موجود لاي زرف انا مش خقدر استمر مع بعض اخوانا اللي هو كان يعرفه ما يعرفه فقال لي ودايك فين وانا مش هايز منه غير هذا الوعات يبدو فيه ويشاء يا جاتو بالزبط كده وانا سألني سؤال بعده يتضح منه الحقيقة يعني حقيقة اللي حصل قال لي هو فعلا جمال ابن حسين بارك معاك في مشروع الحزب اللي انت بتعمله فانا قلت له ازاي؟ معقولة استغربت جدا من السؤال فقلت له لا ده كلام بيتردد لكن مش صحيح في الوقت ده كنا بنعمل حزب اسمه مستقبل صدفني شخصين وانا في البرلمان جات السيدة نائبة المحترمة يسرية لوزة والدة نجيب سوييرس ووقفت معايا في المساحة المستديرة اللي حوالين قاعة البرلمان وقالت لي انا عايز منك ملخص لبرنامج الحزب اللي انت بتعمله فقلت له طيب يعني اديني فرصة احنا برنامج الفين صفحة وملخص زي مساء اوه يعني انا فاهم ان هي عايزة بشكل شخصي يعني فقالت لا ده الهانم عايزة تطلع عليه الهانم الهانم ده كان الصلاح اللفظي للرئيسة التي كانت تحكم مصر في هذا الوقت سوزان ببارك فقال انده هاشتهي الهانم عايزة ليه بعدها قابني نائب زميل اسمه اه خالد حامد محمود اه وده تزمننا في البرلمان وده تزمننا في السجن كمان اه قابني قال لي اه الهانم مهتمة بموضوع الحزب وكان لسه جمال ما دخلش في الوقت ده الحزب الوطني مع والده يعني فانا الحقيقة عملت مع الموضوع يعني هي بتدور على حاجة بالزبط تدخلوا فيها فانا سألت خالد حتى سعدت النائب يعني مش غريبة شوي انه هيكون مهتم من يخش حزب معارضه ابوه في الحزب الحاكم تو هيبقى المشهد كوميدي جدا الناس حتى تحزيه مصرحية فقال لي بس يبقى مهمه ده شاب اقتصادي فانا كتبت السيدة سوريا لوزا ملخص ودي طولها وخلص الموضوع متاعها على كده ونسيت الموضوع الحقيقة لغاية ما في يوم كنت عند عد منع معمارة كان رئيس المجلس اعلى الشباب الرياضة فقال لي انت ما كلمش جمال قال لي جمال مبوارك قال لي ما كلمتوش في موضوع الحزب احنا كلنا عايزين نضم الحزب ده وانت هتعمل حاجة عظيمة واحنا مؤمنين بيك فقالتوا ان شاء الله ربنا يسهل وخص فقال لي خدنا رقمه وقداني رقمه ومشيت ومعملش حاجة ما كلمتوش يومين كده كنت باقي عند فرق حسني وزير الثقافة مجيب موافقة حاجة خاصة بدائرة فقال لي انت ما كلمش جمال ليه فقالت على ايه الموضوع يا جماعة كلهم مجلفون ده الموضوع بجد يعني وانا ما كلمش جمال وما كنتش مستعد ان انا اكلمه لان الفكرة كانت هتبقى متحكة للناس ان انت بتطلع حزب معارض وفي نفس الوقت بتجيب ابن رئيس الحزب الحاكم يبقى في الحزب المعارض انت هكده هتضرب المصداقية يعني بالظبط يعني كلام مش مقبول فانا حقيقة تجهلت الحاجات دي وتعملت معها بلطف شديد وكان في الوقت ده في تفكير في بعض الاسامي تكون معانا في هذا الحزب لو سمعتها لان قد يعني تصب صدمة لان بعضها تشعبت به الامور وراح في اماكن كثيرة لكن كلهم كان بيجمحهم النواة طيبة كان فيه حسان بدراوي كان فيه سامح عشور لقيب المحامين الحالي حسان بدراوي ده اخر امين عام للحزب الوطني الحاكم بتاع مبارك لانه هو امن بفكرة انه يصلح من جوه فدخل من جوه زي جمال اللي دخل جوه ودخل وراه قطاع من الشباب او من منتصف العمر اللي كان عندهم مستعد الاصلاح الغريب مش في القصة مش في كده الغريبة لازم تقولي طب الحزب كان اسمه المستقبل ليه تغير اسمه بقى الغد دي خلصة الحقيقة في غاية الغرابة مش الطلافة يكون سرقوه هو ده اللي حصل سرقو الاسم بالزبط انا فجئت في هذا الوقت انه بقى فيه حاجة اسمها جمعية جلي مستقبل طب احنا نعمل حزب مستقبل وجمال عامل جمعية اسمها جلي مستقبل وبعدين حصل موقف وانتهى الغرابة بقى لقيت استاذ محمد عبد منعم وده كان مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المعلومات المعلومات اللي جي بعد المصطفة المصطفة الفئي مباشرة قعد شوية مدة بسيطة ثم نقلوه بقى رئيس مجلس ادارة ورئيس سحير مجلة روزة اليوسف لقيته كاتب مقالة بتاع عشر صفحات في مجلة روزة الذين يتمسحونا في ابن الرئيس فانا بحقيقة انوان المقالة عجبني قلت نشوف مين بقى مين صحابه اللي بتمسحه فيه دول فحتى قرأ المقالة قلت اول صفحة وتانية صفحة وتالية صفحة قلت ايه ده بيكلم عني ذكرك بالاسم بالحالة واللي بيعمله حزب جديد ويروجه ان جمال المبارك فيه احاجات كده والمستقبل ده اسم جمعية واي مساس بيه فانا الحقيقة انا ما كانش عندي علاقة طيبة مع محمد المنعم هو كان رجل عسكري وكان مغلق شوية فكلمت ذكريا عزمي بتقول دكتور زكريا ايه ايه الكلام اللي كاتبه محمد المنعم قال لي انا توقعت انت هتكلمي في الموضوع ده كان لسه معي في نادي هريوبلس بنتمشى قلت له ايه الكلام اللي انت جبته ده ايه ده اسمالبازة اللي بدي له الكلام ده اسمالبازة اسمالبازة اللي كان المربي المكلف برعاية مشروع جمال في وقت ملقوات بس اسمالبازة رجل محترم وراجل صادق يعني لا اظن هو تورد في مثل هيا زيه فالحقيقة كلمت اسمالبازة ومر علي وتمشينا في منطقة الزمالك مثلا حوالي ثلاث ساعات عشان افهم انه ليه هذا المقال وتبين ان هذا المقال كان بناء على طلب احد الجهات الامنية للفصل بين مشروعين مشروع ايه منور ومشروع جمال المبارك فلازم نبدأ المعركة مع ايه منور ونفترض ان ايه منور هو اللي كان جاي ياخد مشروعنا مش احنا اللي سرقنا اسمه فقلتلو احنا في المشى على النيل في الزمالك قلتلوه لك مستقبل ايه ده المستقبل ده السبعيد قلتلوش هطوله قوي كده افيش مستقبل قال لي قلتلو اسمنا الغد وهنطلع باسم الغد وقدمت الحزب خمس مرات ويرفضوه وكانت بقى بداية الغد من هنا ان ده مشروع اه حزب متمرد على اللي شفناه في الوفد في الوقت ده متمرد على النظام كان بدأ الفساد والتوريس يضرب في كل جوانبه ومتمرد على قوة سياسية بتهادى النظام وبتلعب في حجره او يعني بتلعب في جيبه جيبه الشمال وبدأنا مواجه طيب الى يعني اي حزب يحتاج جراسروتس يحتاج جمهور يدعمه يحمله فيه جمهور حقيقي؟ انا خرجت من الوفد ومعي بنية اساسية الحزب لان كل الشباب اللي كان مرتبط بي في هذا الوقت خرج معي وكل القيادات الكبار بدءا استاذ محمد نوح الفنان المشهور للمستشار المرسي الشيخ واسامي كثيرة مش عايز ان انسى اسامي وكان بعضهم في مواقع قيادية محافظات بعض المحافظات تقريبا بالكامل جات معانا من الوفد ثم انا كان عندي ارضية من خلال عملي عشر سنين كنائل في البرلمان ما كنتش مشغول بدايرتي مقدر من انا مشغول بكل قضايا مصر فده كان عامل قدر من التواصل مع الناس والشعبية ان يسمح ان انت متعمل حزب يجيلك تلتمية الف عضوية في اقل من ثلاث شهور الحقيقة ده كان رد الفعل الطبيعي لجهد سنين عشر سنين في البرلمان في هذا الوقت كنت بشتغل على قضية الحزب طب انا هدحكك على حاجة ويا رب اقدر اقيدك المشهد ده على الفيديو قبل ما نقدم حزب الغد الحكومة قدمت برنامج الحكومة فانا طلعت على منبر البرلمان وقلت وانا اقدم برنامج الغد في مواجهة برنامج الحكومة وقدمت برنامج حوالي خمسمائة ستمائة صفحة حجمه فخرج رئيس الوزراء في هذا الوقت كان الدكتور عاطف عبيد رحمة الله عليه وبالمناسبة ده لي علاقة بقصة حكيتها لك في الحلقة الاولى بتاعت ولاد الدكتور خميس حميدة لان الدكتورة نجد حميدة زوجة الدكتور عاطف عبيد هي بنت الدكتور خميس حميدة اللي هو كان من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وهي روت الحكاية دي في يوم الايام في اللقاء في مجلس الوزراء امام كل الحضور قالت جد ايمان نور ده كان تاريخه كذا 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 وكان حضر الاجتماع ده بالصدفة الدكتور محمد مورسي ربنا يفوكسجمه المهم ارجع تاني الموضوع وقف الدكتور عاطف في البرلمان هده اي سنة كان الموقف لما انت وقفت قلت اقدم برنامج الغد الكلام ده في 2003 وده كانت اول مرة الناس تسمع عن الغد في معادة اسامة الباز مكانش في حزب مكانش اه يعني منقدم ويترفض اه هم رفضوا ايه فانا قدمت برنامج حزب في مواجهة برنامج الحكومة فوقف الدكتور عاطف عبيد يقول الحقيقة هزا البرنامج الرائع احنا هندرسه ونتعاون معاكم ونصد الانتائج مشتركة واحنا بنشكر حزب الغد على كذا مكانش فيه حزب الغد اصلا يعني كان فيه امر واقع لدرجة انا قلتهم يا جماعة احنا حركة احنا حركة اكثر مننا حزب الحزب تدوله او الحركة تدوله حزب يبقى هايل يعني رئيس الوزراء مش عارف اذا فيه اذا لهو حزب متشكل ولا مش متشكل ولا عارف حاجة كان فيه امر واقع اسمه الغد لذلك احنا اكبرناهم ان هما يوفقنا على الحزب لان فيه احزاب كتير كرامة والوسط وكل كان ده كان مرفوض بيترفض مرة اتنين وخلاص احنا قدمنا خمس مرات كنت كل تلات شهر بقدم برنامج جديد بمؤسسين جدد بالاف المؤسسين رغم ان القانون كان بتطلب خمسين مؤسس لكن الحقيقة كان فيه ضغط شعبي على فكرة الحزب ويمكن تنفيسهم اعتبروا برضو اه شوف هما طبعا في مرحلة من المراحل كانوا عايزين يخلقوا نوع من انواع الصراع في الحياة السياسية وانا احكي لك موقف الحقيقة ربما لم ارويه من قبل كنا في محكمة القضايا الاداني والمحكمة لأول مرة كان فيه حاجة اسمه محكمة الاحزاب محكمة غريبة جدا نصها قضايا ونصها شخصيات عامة شخصيات عامة يعني رئيس مجاري رئيس شركة المية نائب رئيس الجامعة سبع تمن شخصيات عامة كده متعرفش اجابينهم من فين و سبع تمن قضايا وهي دي محكمة الاحزاب ايا مبارك وفقا للقانون فاحنا بروحنا تظلم من رفض الحزب امامها فروحنا يوميها وكان العدد في المحكمة اكتر من الفين شخص وحصل مشهد غريب جدا لان انساء الفين شخص دولا يعني اصحاب قضايا ولا مشاركين في كجمهور لا ناس جايين من اعضاء الحزب جايين يسندوا ويهتفوا ويعملوا تظاهروا قدام محكمة للضغط على المحكمة يوميها كان اتجاه القضاء انه لازم يتحكم لنا المرة دي لازم يتحكم لنا لكن كان اتجاه الدولة غير كده فاتصلوا بالناس الشخصيات العامة وهم قاعدين في القاعة سحبوهم واحدة الواحد لغاية ما اختل انصاب المحكمة عشان ما يعلنش الحكم الان ده كان يوم النطق بالحكم في هذه الجلسة فضيع النصاب فسحب الناس بالتليفونات كل واحد يقول لك ده عربية عملت حدثة لا ده انا بنتي مش عارف دخل المستشفى لا مش عارفين اجاري ولقينا النصاب واحد فاحنا عتصنف في المحكمة وانا مش هتتحرك من المحكمة وسنظل الى ان يأتي الناس دول لان ده هروب من المسؤولين والقضاء كانوا متعاطفين جدا معنا في مجلس الدولة فوسط الحكاية دي والناس قعدوا على الارض في قاعة مجلس الدولة وفي الساحات بقى والباحات والطرقات الناس كلها الاف اكتر من الفين شخص كانوا موجودين دين تصل بي مسؤول راح مطلع عليه هو السادس كمال الشازل وقال لي يا عيمان ايه الدوشة اللي حصلة دي وبتاع القاهريين وبتوع الجيزة عارفين انا الخريطة ايه قال لي انتو هتمشوا ازاي من مجلس الدولة كنا عندنا مقر في مدان طلعت حرب فقالتو راح نارجع المقر قال لي طب ما بدل ما تخشوا يمين على كبري قص النيل ما تخشش مال وتريحنا بقى بفلوسه بمقراته بتاريخه شمال دي كان تودي على فين تودي على مقر الوفد انت معك ألفين واحد وسائرين وعايزين حاسم طب ما تروح السولى على الوفد دا ايه دا العبارة بوضوح كده يعني بدل ما تأسسوا حاجة جديدة روح خدوه خدوه بيبقوا ريحتونا وريحتونا في سكو واخدينه بمقراته وبفلوسه ومش حالف ايه طب ما قالش كانت الوفد في التلفون لكن تخش شمال ما انا فاهم يعني هتخش مجلس الدولة شمال بقيت في بولس حنه في الوفد انا الحقيقة ما عرفش اعمل كده وما اقدرش اعمل كده واذا ممكن اعمل كده مش ممكن يكون دا في الوفد الحزب بيتي الاول قعدت فيه 17 سنة هل انت مش معركتك ايه يعني لأ كان فيه ايامها خلاف وتلاسن بيننا وبين الوفد وبيننا وبين عمان جمعة وكانت علاقتي من عمان جمعة الحقيقة سيئة جدا فكان في الوقت دا سكتير عام الحزب اللي كان قبل كده ما كنت سكتير عام الحزب فقارة كان هو سكتير عام الحزب في الغربية هو الدكتور السيد البدا وشحاته الرئيس الحالي لحزب الوفد فكلمت الدكتور السيد وقلت له انا عايزك وطبعا كانت علاقتي السيئة بن عمان تقلق الدكتور السيد ان هو ييجي من غير ما يستأذن نعمان فقال لي طب امتى ديني يوم قلت له لا لا دلوقتي تجيلي كنا رجعنا بقى من مقار الحزب واسبنا كلام بكامل الشازلي ورجعنا المقار وخلصنا يومنا وايه وكلمت قلت له جيلي دلوقتي قابلنا في فندق في الزمالك كان ببيتي وقريب برضو منه وقلت له خلي بالكو الوفد هيحصل فيه حاجة فقال لي يعني قلت له حصل كذا 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 وانا لان تعجبني ولا طيق اشوفكم بس الحقيقة انا بعمل ده لحبي ووفائي لفؤاد باشا وحبي للوفد بيتي الاول انا خايف عليكم انا مش هعمل ده لكن ممكن غير يعمله عايز اقول لحضرتك ان بعد اسبوعين بالزبط حرق مقار الوفد ودكتور سيل بدأ ونفسه يتقلب على دكتور نعمان ودكتور نعمان دخل السجن وقصه الشهيرة وضرب ورصص على بعضه وضرب نار واشعل الحزب الشاهد من هذا ايه اللي عايز اطلع منه ان الاحزاب في هذا الوقت كانت مخترقة وكان الاختراق واضح وكانت الدولة بتسعى لضرب الاحزاب ببعضها فكان يطلع حزب عشان يدرب حزب او يطلع مجموعة عشان تستولي على الحزب فتروح لاجنة الاحزاب تجمد الاتنين فيبقى خلصة بالحزب كله السياسة في مصر اديرت في زمن مبارك بهذه مش عايز اقول التعبير يعقب عليه القانون لكن بهذا المستوى المتواضع في النظافة والمتواضع في الاخلاق ده ليس مساسا باشخاص لكن دي الحقيقة والادارة دي ما كانتش ادارة كامل الشازلي بالمناسبة هذه ادارة الامن الذي كان يدير الحياة السياسية في مصر والذي اصبح يدير الحياة السياسية اخيرا في مصر قافت السياسة في مصر هي الامن مش قافت الامن هو السياسة قافت السياسة ان الامن الذي يدره وكل هذه الالعيب وكل هذه التصرفات الصغيرة والانشقاقات والحروب لاضعاف الحياة السياسية تصنع في مكاتب امن الدولة وروى لي احدهم في مرحلة ما بعد الثورة ان كان بيبقى مثلا في المجموعة او في الجماعة الفلانية او في الطائر الفلاني بيبقى فين شقاق فيقول لي كان يبقى المجموعة دي قاعدة في المكتب دا والمجموعة دي قاعدة في المكتب دا والاتنين ما يعرفوش ان هما موجودين هنا واحنا بندي ثقة لدول ان احنا للمجموعة اللي احنا هندعمها على اوضا تقولوا التنين نفس الكلام عشان تشتعل المعركة دا الي اعملوا فينا اما كانوا بيجيبوا المجلس العسكري يجيبوا الاخوان جاعدوهم اوضا بيتقال تحذير خلي بالكم التانين. دول عايزين يقفزوا على الثورة. دول عايزين يكلوكو. دول عايزين يركبوكو. دول عايزين يعملوكو. بدرجة مرة كنت رايح اجتماعا من هذه الاجتماعات. حضرتك الاجتماعات قليلة قوي في الاول. ورفضت حضور اجتماع عمر سليمان. يعني ربما يأتي الكلام في وقتها. فانا رايح شاب من شباب الثورة جي ركب معي. قال لي يعني نروح سوى. اخدته من الطريق وروحنا. فبعد ما دخلنا لقينا كل واحد فينا اجتماعي يعني. مش نفس الاجتماعي رغب النفس المعادة. فقلت له طيب مما نخلص الاجتماعي نتقابل نمشي سوى. فخرجت لقيته ولقيته بيتهرب عايز يمشي الواحد. جيده مع بعض بس هو مش عاوز يرجع معي. مش عايز يرجع معي. فشفت بعدها. قلت له انت مشيت ليه. فقال لي يا صنة متعرفش قالولي ايه. اه واحدة في الاجتماعي. يقولوا يا خلي بالك ويركبوا الثورة. وهيعملوك ومش عارف ايه وايه. وقالوا وحذروني من حضرتك وحذروني الدكتور البرادعي وحذروني. فانا ما كانش ينفع اطلع عمرك معك في العربية قدامهم. فانا قلت استنىك برا شوي. فانت عديت ما خدش بالك ان انا مستنيك برا. الى هذا المستوى الامن. واجهزة الامن. سيكون لنا عودة الى هذا الكلام ان شاء الله. ان شاء الله. نتوقف الان ونستأنف في المراجعة القادمة. ان شاء الله.